جيمي الوداد كيف يلعب الوداد هذه المواجهة احنا تتحدث عن نقاط قوة كثيرة في الوداد وايضا نقاط ضعف سأبرز نقطة قوة تقدر تشوفها في الوداد بسهولة جدا هي الكرات العرضية سواء سبتة او متحركة عظيم جدا الكرات السبتة والمتحركة اي كرة عرضية اي كرة هوائية الوداد بيمثل خطورة كبيرة جدا جدا من خلال التحرقات بتاعة المجموعة ودايما ودايما في ثلاثي وبمبدأ ايه على قطر يعمل حاجة هم بيعملوا قطر الثلاثة واربعة علشان قاطر يا اما لعيب بيجي من بره الثمانتشر ولو نبدأ الحالات على طول لعيب بيجي من بره الثمانتشر يخش يكمل هو يا اما اللعيب اللي وقف في القطر في السيريوس الثلاثة دول اللعيب الثالث اللعيب الاولاني بيحجز الدفاع اللعيب الثاني بيتحرك اللعيب التاني بيتحرك يعمل عملية الخداع بيتحرك في اتجاه عكس اللعيب التالت الأخير هو ده اللي بيخش يلعب الكرة الرأسية لو الكرة في تكتل دفاعي ده option مهم جدا لو الكرة هتتلعب على لعيب من التريكة اللي معمولة مع فاندن بروك لما تيجي تتكلم ده الكروس دايما الكروس لسورف ان أو الكروس اللي بيتلعب لجوه الملعب الواو لف اه الواو لف انا بحب سهيرة بيتعمل جوه الملعب ودايما متعهد الكرات السابتة في فرقة الوداد خاصة من ناحية اليومنا هو بس ونقف على دي شوه هو يحيى عطاية الله وده القطر اللي بقولك عليه ايه وعا القطر دايما اول ما تلاقي التلاتة دول ما تروحش عينك مع اللعيب الأولاني ولا التاني دايما يا اللعيب التالت يا اللعيب الرابع اللي داخل مكمل ده شايف اللعيب اللي عليه اللعيب اللي عليه الرقم اربعة اللي على خط ده يا اما اللعيب التالت اللي في الخط ودايما هتلاقي الاتنين اللعيبة إلقى فرق الاتنين اللعيبة سواء الكنغولي أرسنزولا أو سامبو أو بولي سامبو السنغالي الاتنين موجودين معهم لعيب تالت ممكن يبقى زور المترجي ممكن يبقى أمين فرحان لعيب بيخش معهم لعيب التالت هو اللي بيعمل السدادة أو بيعمل العملات الدفاعية فالقطر اللي هم عاملينه ده قطر فيه تلاتة كل واحد لدور كل واحد لدور وهتلاقيهم بيتحركوا التلاتة هبق الفريم اللي بعده هتلاقيهم التلاتة بيتحركوا كل واحد بيتحرك في اتجاه يلا كمل ده واحدة الأولانية اتعملت من برة التانية اتعملت بص التلاتة اللي كانوا قفين في الأولى كريم كل واحد اتحرك في اتجاه آخر لعيب آخر لعيب اللي هو بولي سامبو هو اللي خدت كرة اتعملت عليه اللي هو كان واقف التالت في الرؤى وفي القطر اللي كانوا عاملوا فرقة الودات كمل الفريم اللي بعده نفس القص هنا كمل دي طريقة تانية نفس التلاتة نفس القطر نفس التلاتة اللي قفين ورا بعض واللعيب التالت هو اللي بيخش ياخدها هم بيلعبوا بطريقتين الكرات السبتة دي طريقة الكرات السبتة القطر تلاتة انرو دي طريقة شهيرة جدا واحد بيحجز المدفعين التاني بيعمل حركة عكسية مضللة للدفاعات التالت هو اللي بيخش يلعب دائما فهم عندهم تكنيك خاص مع فاندن بروك كان بيتعامل من ايام جريده لكن على استحياء لكنهم ركز علىها قوي فاندن بروك وخليني اقولك ان تلت اهداف الوداد من كرات سبتة تلت اهداف دي رقم كبير جدا جدا انت تبقى تلت اهدافك من كرات سبتة الكرة اللي بعدها هاتي الفريم اللي بعده على طول نفس القصة نفس السلسي كمل كمل الفريم اللي بعده نفس القصة بنفس الطريقة بص بقى انا عايزك تقف هنا في الصورة دي على حاجة كريم شايف اللعيب اللعيب قبل الاخير في نهاية الصورة ناحية اليمين اللعيب التاني من اليمين ده مين ده ايوب العملود وهنشرح تفصليا بيعمل ايه ايوب العملود وبيشتغل ازاي لكن هنا هتديك دوره بس في الكرات السبتة ايوب العملود بيكمل في كل الكرات السبتة جول 18 كمهاجم تاني مع ويلي سامبو جول 18 دايما بيروح على البعيدة لو كرة من ناحية الشمال وبيروح على القريبة لو كرة من ناحية اليمين ودي اللي تسجل منها الهدف الاولاني هدف التعادل بتاع الوداد في سانداونز بكروس طولي عرضي ايرلي كروس معمول من بدري او عرضية مبكرة قطع مين اللي قطع جول 18 وانشرح هتفصليا بعد شوية هو ايوب العملود هاتي الفريم اللي بعده نفس القصة الفريم اللي بعده كمان بص هتلاقي العيب اللي انا شاورتلك عليه في اخر الصورة هو اللي يخش يلعب الكرة الرأسية الفريم اللي بعده دخل كمل الفريم اللي بعده اخر العيب اخر العيب في الصورة خالص قبل العيب قبل الاخير من ناحية اليمين ايوب العملود هو اللي خاد الكرة الرأسية لانها من ناحية الشمال فعشان الناس تبقى الكرة بسيط العيب رقم 22 لو كرة من ناحية الشمال هو دايماً على البعيدة لو كرة من ناحية اليمين هو دايماً أول واحد على القريبة لأنه هو ظهير أيمن فالقريب ليه اللي يروح له جوه التمنتاشر هي ناحية اليمين بتاعة الوداد أين كان اتجاه الكرة السبت اللي بعده نفس القص آخر لعيب من فرقة الوداد هو اللعيب اللي أخذ الكرة آخر لعيب في الصورة الكريم هو أيوب العملود كمت دخل هو اللي طلع يركب الكرة هو كمل كمان دي في مباراة ساندونز الأخيرة يلا روح لحالة اللي بعدها بصة كريم دي كرة الهدف وخلينا شرح لك كرة الهدف لأن كرة الهدف الأولين دي كان فيها تفصيلة مهمة جدا في الصورة هنا اللعيب لو نعمل بس زوم آت والكادر يوسع شوية لو فيه إمكانية الكرة دي لما اتعمل الكروس من يحيى جبران لما اتعمل ار الكروس من يحيى جبران قبل ما يتعامل الكروس كان الجناح اليمين محمد قنجم عمال بيشاور على أيوب العملود أيوب العملود هو اللعيب اللي على خط التمنتاشر دي كريم اللي على الدائرة بتاعت خط التمنتاشر كان عمال بيشاور عليه إنها تتلعب عليه ما تتلعبش عليه هو وبعديها التحرك بتاع محمد قنجم إنه فتح الملعب ناحية اليمين فتح الملعب لو مش عارفين نفتح الكدر ارجع لي بس هنا تاني فتح الملعب محمد قنجم نحي تليمين علشان خطر يطلع معاه السنتر باك فلما دخل ايوب العملود الترحيلة بتاعت قلب الدفاع اللي نحي تليمين بتاع سانداونز كانت متأخرة جدا فالراجل الوداد عنده اكتر من سيستم فيه الكراط العالية او الكرصات سواء السبتة او المتحركة السبتة شرحنا طريقة القطر اللي بيعملها الوداد وفي الكراط المتحركة سلاحه هو اما ولي سامبو المهاجم الاساسي بتاعهم السنغالي او لو الكراط بتتعامل دايما على الخداع بتتعامل دايما على ايوب العملود ابرز اتنين لعيبة في الكراط الرأسية ومعهم طبعا الاثنين المدافعين بسبب الاطوال سواء محمد امين فرحان او ارسنزول